رواية انتقام العدالة للكاتبة أجاذا كريستي كان من عادة الأنسة عصر كل يوم تصفح الصحيفة الثانية كانت تستلم صباحة كل يوم صحيفتين عند باب بيتها وكانت الأنسة مربل تقرأ الصحيفة الأولى منهما وهي تشرب إنجان الشاي في الصباح الباكر هذا إن جاءتها في الوقت المحدد فالصبي الذي وزع الجرائد لم يكن يستقر على حال في توقيت عمله وفوق ذلك غالبا ما كان صبي جديد يتولى الأمر أو صبي احتياطي يقوم مقام صحة في ذلك وكان لكل واحد من هؤلاء أفكاره الخاصة حول خط التوزيع الذي يسلكه في عمله وربما كان يريد كسر الرتابة اليومية لكن الزبائن الذين اعتدوا قراءة صحيفتهم في وقت مبكر من الصباح حتى يتلقفوا الأخبار المثيرة قبل مغادراتهم إلى الحافلات أو الكطارات أو وسائل المواصلات الأخرى التي توصلهم إلى أماكن عملهم هؤلاء الزبائن كانوا يتضايقون إن تأخرت الصحف عنهم أما نساء قرية سينتي مريميد ممن بلغنا أواصط العمر أو الكهولة واستقرت بهن الحياة في منازلهن فكنا يفضلنا غالبا كراءة الصحيفة وهن جالسات على طاولة الإفطار أما اليوم فقد قرأت السيد الأنسة مربل الصفحة الأولى وبعض الموضوعات الأخرى في الصحيفة اليومية التي تسميها مجازا صحيفة كل لون في إشارة ساخرة إلى صحيفتها المعتادة نيوز جفر التي تغير مالكها التي تغير مالكها فباتت تنشر من الموضوعات ما أزعج الآنسة مربل وكثيرا من صديقاتها بدءا بخياطة ملابس الرجال وأزياء النساء وموضوعات الإثارة النسوية ومسابقات الأطفال وانتهاءا برسائل الشكاوي من النساء وقد أفلحت الصحيفة تماما في تغييب أي أخبار حقيقية إلا على الصفحة الأولى فقط أو في زاوية غير ظاهرة يستحيل العثور عليها وربما أن الآنسة مربل من الطراز القديم فقد كانت تفضل أن تكون صحيفتها صحيفة أخبار فعلا وعند العصر بعد أن أنهت تناول الغداء وبعد أن نامت في غفوة كصيرة لعشرين دقيقة على كرسي مرتفع الظهر اشترته خصيصا ليناسب ما يعانيه ظهرها من روماتيزم بعد ذلك كله فتحت صحيفة التايمز التي ما تزال تحتمل أو تسمح بقراءة متأنية مريحة ولكن ذلك أيضا لا يعني أن التايمز قد بقيت كعهدها القديم إنما يثير الجنون في هذه الصحيفة هو أنك لم تعد تجد فيها مكان موضوعاتك وبدلا من أن تبدأها من الصفحة الأولى وتمضي بها وأنت تعرف أين توجد بقية الموضوعات بحيث تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر تريده بسهولة بدلا من ذلك حدثت تغييرات غريبة على هذا السياق الذي استقر عبر الزمن واكتسب حضوة وألفة فقد أصبحت هناك فجأة صفحتان مقرستان للرحلات والسفر وأصبحت الرياضة بارزة أكثر مما كانت في أي وقت مضى فيما حافظت صفحة المحاكم والقضايا على شيء من التقاريد القديمة أما المواليد والزيجات والوفيات والتي شغلت في وقت ما جل اهتمام الأنسة ماربل بسبب موقع البارز في الصحيفة فقد نقلت إلى مكان آخر في التايمز على الرغم من أنها استكرت مؤخرا في الصفحة الأخيرة كانت الأنسة ماربل تركز انتباهها أولا على الأخبار الرئيسية في الصفحة الأولى ولم تكن تقف عندها طويلا لأن هذه الأخبار قريبة من الأخبار التي قرأتها في الصباح مع تغير بسيط في أسلوب سياغتها وتابعت بنظرها قائمة المحتويات المقالات والتعليقات والعلوم والرياضة ثم اتبعت برنامجها المعتاد فقبلت فقلبت الصحيفة لتلقي نظرة سريعة على المواليد والزيجات والوفيات ثم فتحت الجريدة على صفحة رسائل القراء حيث تجد دائما شيئا تستمتع به ومن هناك مرت على أخبار المحاكم حيث وجدت في تلك الصفحة أيضا أخبار اليوم من قاعات العرض والمزاد ويكون في هذه الصفحة في الغالب مقال علمي قصير لكنها لم تكن تعتزم كراءته في ذلك اليوم فنادر عن ما يكون مفهوما لديها وبعد أن قلبت الجريدة إلى الصفحة الأخيرة كعادتها حيث أخبار المواليد والزيجات والوفيات فقرت الآنسة مربل في نفسها كما اعتادت دوما فمن المؤسف حقا ألا يتركز اهتمامي هذه الأيام إلا على الوفيات الناس يرزقون بأطفال لكن الذين يرزقون بأطفال لا تعرفهم الآنسة مربل في الغالب لأنهم من جيل غير جيلها ولو كان هناك عمود عن الأطفال تذكر فيه أسماء أجدادهم فعندها قد تسعد الآنسة مربل بالتعرف عليهم وربما فقرت في نفسها عندئذ حقا ها هو الحفيد الثالث لماري برينديار جاست ولكن حتى هذا الأمر ربما كان مستبعدا مرت على أخبار الزيجات بسرعة وهذا أيضا دون تركيز شديد لأن معظم بنات أو أبناء صديقاتها المسنات قد تزوجوا منذ سنوات ثم انتقلت إلى عمود الوفيات وأولته اهتماما أكثر جدية والواقع أنها أعطته من الاهتمام ما يكفي للتأكد من أنها لم تتجاوز أي اسم هل هي واحدة من عائلة كليج الذين تعرفهم لا لا يبدو ذلك جانت كليج من مكان ما من يورك شاير مضت في قراءة الأسماء مكدونالد مكينزي نيكيلسون نيكيلسون لا ليس نيكيلسون الذي تعرفه ليندا أورمارود لا إنها لا تعرفها كوانترال يا إلهي لابد أنها إلى إليزابيس كوانترال في الخامسة والثمانين من عمرها حقا كانت تظن أن إليزابيس كوانترال قد ماتت منذ سنوات غريب أن تعيش كل هذه المدة فقد كانت امرأة ناعمة رقيقة ولم يتوقع أحد أنها ستعمل طويلا ومضت في القراءة من جديد رايس ريدلي رفائيل رفائيل تحرك في نفسها شيء كان ذلك الاسم مألوفا لديها رفائيل من بليفورد بارك في ميدستون بليفورد بارك في ميدستون لا إنها لا تتذكر ذلك الأنوان حسنا ماذا أيضا جيسين رفائيل إنه اسم غير عادي أعتقدت أنها سمعت بذلك الاسم في مكان ما وماذا أيضا رايلاند إيميلي رايلاند لا إنها لا تعرف واحدة باسم إيميلي رايلاند وضعت الأنسة ماربل صحيفتها وألقت نظرات لا مبالية على الكلمات المتقاطعة بينما ظلت في حيرتها وهي تفكر لماذا كان اسم رفائيل مألوفا لديها قالت الأنسة ماربل وهي تعرف وهي تعرف بطول الخبرة كيفية عمل ذاكرة كبار السن سأتذكره سأتذكره بلا شك نظرت إلى الحديقة خارج النافذة ثم حولت نظراتها وحاولت نسيان الحديقة كانت حديقتها مصدر سعادة كبيرة لها إضافة إلى ما بذلته فيها من الجهد والتعب منذ سنوات طويلة أما الآن فمحظور عليها بسبب تعليمات الأطباء أن تعمل في الحديقة حاولت ذات مرة محاربة هذا الحظ لكنها توصلت إلى نتيجة تقول إن من الأفضل لها أن تلتزم بما قيل لها كانت قد وطعت كرسيها في زاوية لا تستطيع منها النظر إلى الحديقة بسهولة إلا إذا كانت تريد تماما النظر إلى شيء محدد بعينه وتنهدت وأخذت حقيبة الصوف وأخرجت منها سترة طفولية تعمل بها أو شكت على الانتهاء منها كانت قد انتهت من حياكة الظهر والصدر وكان عليها الآن أن تنضي في نسج الأكمام إن عمل الأكمام ممل دائما كما أن الكمين كليهما متشابهان نعم هذا عمل ممل جدا ولكنه كان صوفا ورديا جميلا صوف وردي؟ لحظة لحظة بماذا يذكرها الصوف الأحمر؟ نعم نعم إنه يرتبط بذلك الاسم الذي قرأته قبل قليل صوف وردي بحر أزرق البحر الكاريبي شاطئ رملي أشعة الشمس وكانت تغزر الصوف هناك وبالتبع تذكرت السيدة رفائيل في رحلتها تلك إلى البحر الكاريبي جزيرة سينت هونري دعوة من ابن أخيها ريدموند وتذكرت جوان زوجة ريموند وهي تقول لا تتخلي في أي جريمة قتل أخرى يا عمتي جين إنه غير جيد لك حسنا هي لم ترغب في التدخل في أي جريمة ولكن الأمر وقع هكذا بصورة عفوية هذا كل ما في الأمر وقد وقع ذلك لأن رائدا عجوزا ذا عين زجاجية أصر على إخبارها ببعض القصص الطويلة المملة يا لذلك الرائد المسكين ما اسمه لقد نسيت ذلك الاسم الآن السيد رفائيل وسكرتيرته السيدة السيدة والتارتس نعم إستر والتارتس وذلك الرجل جاكسون الذي يكون بتدليكه لقد تذكرت كل شيء حسنا مسكين السيد رفائيل إذن فقد مات السيد رفائيل كان يعرف أنه لن يلبث لقد أخبرها بذلك في الواقع أنه عاش أكثر مما توقع له الأطباء لقد كان رجلا قويا رجلا عنيدا رجلا ثيريا جدا ظلت الأنسة مربل مستغرقة في تفكيرها بينما يداها تعملان بالصنارة بشكل منتظم لكن عقلها لم يكن مركزا على غزل الصنارة كانت تركز تفكيرها على السيد رفائيل الراحل وما يمكنها أن تتذكره عنه ليس من السهل نسيان ذلك الرجل كانت تستطيع استحدار صورته في ذهنها جيدا نعم شخصية مميزة جيدا جدا رجل صعب المراس سريع الغضب وأحيانا يظهر وقاحة تثير الصدمة ومع ذلك فإن أحدا لم يظهر استياء من وقاحته تلك تذكرت ذلك أيضا لم يستاءوا من وقاحته لأنه كان واسع الثراء نعم كان ثريا جدا كان قد أحضر سكرتيرته معه وغلاما مؤهلا لأعمال التدليك ولم يكن قادرا على التنقل بشكل جيد دون مساعدة من أحد كان مدلكه ذاك شخصية ثير الريبة كما اعتقدت الآنسة ماربل وكان السيد رفائيل شديد وقاحة معه أحيانا ولكن المدلك لم يبده اهتماما لذلك أبدا وذلك يعود أيضا إلى ثراء السيد رفائيل بالطب كان السيد رفائيل قد قال لا أحد سيدفع له نصف ما أدفعه وهو يعرف هذا لكنه بارع في عمله وتساءلت الآنسة ماربل إن كان جاكسون أو جونسون قد ظل يعمل عند السيد رفائيل أم لا لا بد أنه ظل يعمل عنده سنة أخرى سنة وثلاثة وثلاثة أشهر أو أربعة فكرت أنه ربما لم يدم عنده لم يدم عنده كل هذه المدة فالسيد رفائيل كان يحب التغيير دائما كان يسأم من الناس ويسأم من سلوكهم ومن وجوههم ومن أصواتهم كانت الآنسة ماربل تفهم ذلك فقد انتابها الشعور نفسه في بعض الأحيان رفيقتها تلك تلك المرأة اللطيفة المصغية التي تثير الجنون بصوتها الذي يشبه هديل الحمام قالت الآنسة ماربل آه يا له من تغيير نحو الأفضل منذ يا إلهي لقد نسيت اسمها الآن الآنسة الآنسة بشوب لا ليس الآنسة بشوب يا إلهي كم هذا صعب عادت بتفكيرها إلى السيد رفائيل وإلى لا لم يكن اسمه جونسون بل جاكسون أرثر جاكسون مرة أخرى قالت الآنسة ماربل في نفسها آه يا إلهي دائما أخلص بين الأسماء إن التي كنت أفكر فيها اسمها الآنسة نايت وليس الآنسة بشوب لماذا اعتقدت أن اسمها الآنسة بشوب وما هو اسم تلك السكرتيرا اللطيفة التي كانت تعمل عند السيد رفائيل آه نعم إستر والترز هذا صحيح ترى ماذا حدث لإستر والترز هل ورثت نقودا ربما ورثت أموالا الآن لقد تذكرت أن السيد رفائيل أخبرها شيئا من هذا أو أنها هي التي أخبرتها يا إلهي إن ذهن المرء يصبح متشوشا عندما يحاول أن يتذكر شيئا بدقة إستر والترز لقد ضربها ضربة موجعة ذلك الحدث الذي وقع في البحر الكريبي ولكن لا ريب أنها تغلبت عليه كانت أرملة أليس كذلك؟ لقد تمنت الأنسة ماربل لو أن إستر والترز تزوجت ثانية رجلا لطيفا ودودا يعتمد عليه لكن هذا بدأ أمرا بعيدا الاحتمال فقد كانت إستر والترز عبقرية في الإعجاب بالراجل غير المناسب لكي تتزوجه عادت الأنسة ماربل إلى التفكير في السيد رفائيل كان خبر التعزية يقول الرجاء عدم إرسال ورود وهي ما كانت سترسل ورودا على أي حال فقد كان يستطيع شراء كل مشاتل الظهور في إنجلترا لو أراد وعلى أي حال لم تكن بينهما تلك العلاقة الوثيقة فهما لم يكون صديقين ولم تكن بينهما علاقة مودة كان مجرد حليفين نعم حليفان لفترة كثيرة جدا فترة مثيرة جدا وكان نعم الحليف كانت قد أدركت ذلك فيه أدركت ذلك عندما ذهبت ترقض في ليلة مظلمة حرة على شاطئ الكريبي وجاءت إليه نعم لقد تذكرت فقد كانت تلبس شال الصوف الوردي ذاك تلف به رأسها ونظر إليها ثم ابتسم وبعد ذلك قالت كلمة جعلته يضحك لكنه لم يضحك في النهاية نعم لقد فعل ما طلبته منه آه كان عليها أن تعترف أن الأمر كله كان مثيرا جدا ولم تخبر ابن أخيها أبدا أو زوجته بالأمر لم يطلب الاثنان منها ألا تفعل ما فعلته أو ماءت الآنسة مربل ثم همست تحدث نفسها مسكين السيد رفائيل أرجو ألا يكون قد عانى قبل وفاته ربما لم يعان ربما ظل الأطباء يعطونه المهدئات والمسكنات حتى يموت ميتة سهلة لقد عانى كثيرا في الأسابيع التي قضاها في الكريبي كان يعيش في ألم وصراع دائم لقد تأسفت على وفاته لأنها كانت تعتقد أنه بالرغم من كبر سنه ومرضه فإن العالم قد خسر شيئا برحيله لم تكن تعرف كيف كان الرجل في عمله ربما كان قاسيا وواقحا ومتسلطا وعدوانيا ولكنه كان صديقا طيبا ويوجد في داخله عطف عميق كان حريصا جدا على أن لا يظهره إلى السطح كان رجلا أعجبها ونال احترامها لقد أسفت على رحيله وكانت ترجو أن لا يكون قد اهتم كثيرا أو عانى كثيرا قبل موته ولابد أن جثته قد أحرقت الآن ووضعت في قب رخامي كبير وانيق بل هي لم تعرف إذا كان الرجل متزوجا أو غير متزوج لم يذكر أمامها زوجة أو أطفال أكان رجلا وحيدا أم أنه كان في حياته من المشاغل ما لم يشعر معه بالوحدة جلست هناك وقتا طويلا عصر ذلك اليوم تتساءل بخصوص السيد رفائيل لم تتوقع رؤيته مرة ثانية بعد عودتها إلى انجلترا ولم تره ثانية أبدا ومع ذلك كانت تستطيع في أي لحظة وبطريقة غريبة أن تشعر بأنها على اتصال معه لو كان قد حاول الاتصال بها أو اقترح لقاءها بسبب شعوره ربما برابطة الحياة التي أنقضاها أو بسبب رابطة أخرى قالت الأنسة ماربل مذعورة من الفكرة التي خطرت لها لا يمكن أن تكون بيننا رابطة القصوى بالتأكيد هل كانت هي جين ماربل أو هل كان بوسعها أن تكون قاسية قالت الأنسة ماربل تحدث نفسها أتعرفين إنه أمر غريب لم أفكر فيه من قبل أبدا أظن أنني ربما كنت قاسية فتح الباب وأطلت منه امرأة ذات شعر أسود متجعد كانت تلك هي شيري الخليفة العتيدة للأنسة بشوب أو الأنيسة نايت قالت شيري هل قلت شيئا ردت عليها الأنيسة ماربل كنت أحدث نفسي لقد تسألت إن كان بوسعي أن أكون قاسية ماذا أنت أبدا إنك لطف بعينه ومع ذلك أعتقد أنني قد أكون قاسية إن كان هناك سبب يدعو لذلك وما هو السبب الذي يدعو لذلك في سبيل العدالة قالت شيري لقد كان لديك بعض القصوة على غالي هوبكنز الصغير عندما أمسكت به وهو يعذب قطته ذلك اليوم لم أكن أعرف أنك يمكن أن تصلي إلى هذا الحد مع أحد لقد خاف منك كثيرا ولم ينسى ذلك الموقف منك أبدا أرجو أن لا يعود لتعذيب القطة مرة أخرى إذا أراد تعذيب قطة فسوف يتأكد أنك لست في مكان قريب الواقع أنني لست متأكدة إن كان هناك ولد يمكن أن يخاف كما فعل ذلك الصبي عندما يراك شخص أي شخص وأنت تحملين هذا الصوف والصنانير فإنه سيظن أنك كالحمل الوريع ولكني أحسب أنك أحيانا كتتصرفين كالأسد إذا استسارك أحد بدت الآنسة مر بالمرتابة بعض الشيء ولم تستطع أن تتصور نفسها في ذلك الدور الذي أسندته لها شيري قبل قليل تذكرت لحظات مختلفة ذات مرة غضبت غضبا شديدا من الآنسة بشوب لكن غضبها اتخذ شكل ملاحظات ساخرة فقط أما الأسود فيفترض أنها لا تستخدم السخرية ليس في الأسد ما يدل على السخرية إنه يكفز ويزأر ويستخدم خالبة وينهج فريستة قالت الآنسة ماربل في الواقع لا أظن أنني تصرفت أبدا هكذا فكرت الآنسة ماربل بتلك النقطة من جديد عندما كانت تسير في حديقتها بخطوات متثاقلة ذلك المساء ومشاعر الغضب تلك تمر في صدرها ربما كانت نباتات أنف العجل البيضاء هي التي ذكرتها بها والحق أنها كانت أخبرة العجوز جورج المرة للأخرى بأنها لا تريد تلك النباتات القبيحة التي يبدو دوما أن البساتين مولعون بها كثيرا كانت قد طلبت منه زراعة نباتات أنف العجل الصفراء لا هذه البيضاء وقالت الآنسة ماربل بصوت عال الصفراء التفتت إمرأة كانت تسير في الطريق خارج حديقة البيت وقالت عفوا هل كلت شيئا؟ التفتت الآنسة ماربل إليها وقالت كنت أحدث نفسي كانت هذه امرأة لا تعرفها الآنسة ماربل وهي التي تعرف موظم النساء في قرية سنت ميريميد كانت تعرفهن بالشكل إن لم تكن معرفة شخصية كانت امرأة قوية البنية تلبست النور بالية وحذاء ريفيا جيدا وسترة زمرضية اللون وشاحا من الصوف وضافت الأنسة ماربل تقول أخشى أن الناس في مثل السيني يعرفون ذلك قالت المرأة الأخرى إن حديقتك هذه جميلة ليست بهذا الجمال الآن عندما كنت أقوم على رعايتها بنفسي آه أعرف أفهم شعورك أظن أنا لديك واحدا من هؤلاء الذين أسميهم تسميات عديدة كلها مجذعة أعني أولئك البساتين العجائز الذين يدعون أنهم يعرفون كل شيء من أعمال الحدائق بعضهم يعرف فعلا والبعض الآخر لا يعرف أي شيء أبدا إنهم يأتون لشرب الشاي ولا يعملون في الحديقة إلا القليل بعضهم لطيف ومع ذلك فإن تصرفاتهم تثني السخطة عموما إنني ماهرة جدا في أعمال الحديقة سألتها الآنسة ماربل ببعض الاهتمام هل تعيشين هنا؟ إنني أقيم عند سيدة تدعى هستينجز أظن أنني سمعتها تتحدث عنك أنت الآنسة ماربل أليس كذلك؟ آه بلى لقد جئت للعمل مساعدة بستاني اسم برتليت بالمناسبة الآنسة برتليت والحق أنه لا يوجد عمل كثير عند السيدة هستينجز إنها تحب النباتات التي تعمر عاما واحدا فقط وهو أمر لا يشغل كل وقت المر وأنا أكون ببعض الأعمال الغريبة إضافة إلى عملي في الحديقة التسوق وأشياء كهذه وعلى أي حال إذا أردتني أن أعمل لديك في أي وقت فإني أستطيع القدوم عندك للعمل ساعة أو ساعتين أعتقد أنني أفضل من أي بستاني لديك الآن قالت الآنسة ماربل قد يكون الأمر سهلا أنا أحب الأزهار أكثر ولا أهتم بالخضروات كثيرا أنا أزرع الخضروات للسيدة هستينجز وهو عمل مضجر لكنه ضروري حسنا علي أن أذهب تفحصتها الآنسة ماربل من رأسها حتى أهمس قدميها وكأنها تتذكرها ثم أمعت برأسها مبتهجة وانطلقت ذاهبة السيدة هستينجز لم تستطع الآنسة ماربل أن تتذكر صاحبة هذا الاسم لا بد أن السيدة هستينجز هذه ليست صديقة قديمة لها لا شك أنها ليست ممن جمعهن مع الآنسة ماربل حب الحدائق آه طبعا ربما كانت تسكن في أحد تلك البيوت التي بنيت حديثا في نهاية شارع جبل طارق لقد انتقلت عدة عائلات للسكن في تلك البيوت في السنة الماضية وتنهدت الأنسة ماربل ونظرت ثانية إلى نباتات أنف العجل البيضاء وهي متضايقة منزعجة ثم إلى بعض النباتات الطفيلية الضارة التي تمنت لو تستطيع مهاجمتها واكتثاثها ولكنها قومت كم هو مناسب هذا التشبيه عندما يتأمله المرء فقد كان الوقت ليلا عندما ذهبت إليه لتطلب بل لتصر على طلب المساعدة وليترح وتؤكد على ضرورة عدم إضاعة أي لحظة وقد وافق ووضع الأمور في نصابها في الحال ربما كانت تشبه الأسد حقا في تلك الحادثة ولكن لا ذلك خطأ لم تكن تشعر بالغضب كان مجرد إصرار على شيء كان من الضروري جدا عمله في الحال وقد تفهم الرجل الموقف مسكين السيد رفائيل كانت السفينة التي مررت ليلا سفينة تستحق الاهتمام عندما تعتاد على وقاحته فإنك ستراه في الحال رجلا مكبولا لا هزت رأسها ما كان للسيد رفائيل أن يكون مكبولا أبدا حسنا يجب أن تبعد السيد رفائيل من تفكيرها سفن تلتقي ليلا وتتبادل الحديث عند اللقاء مجرد إشارة ترى وسوت بعيد في الظلام ربما لن تفكر فيه أبدا بعد ذلك ستتفحص جريدة التايمز لترى إن كان له نعي فيها لكنها لم ترى ذلك أمرا محتملا وفكرت بأنه ليس شخصية مشعورة معروفة فقد كان مجرد راجل بالغ الثراء إن كثيرا من الناس بالطبع تنشر أخبار نعيهم في الصحف في الصحف لمجرد أنهم أغنياء فقط لكنها رأت أن ثراء السيد رفائيل ليس من ذلك النوع فهو لم يكن بارزا في أي مهنة كبرى ولم يكن ذاعب قرية مالية كبيرة كما لم يكن مصرفيا بارزا مثلا كان مجرد رجل قضى عمره في جمع مبالغ ضخمة من المال الفصل الثاني كلمة السر انتقام العداد بعد أسبوع تقريبا من وفاة السيد رفائيل أخذت الآنسة مربل رسالة كانت على صينية الإفطار ونظرت إليها لحظة قبل فتحها الرسالتان اللتان جاءت مع هذه الرسالة تحتويان فواتير أو ربما أصولات باستلام فواتير وفي كل الحالتين ليست لهم أهمية أما هذه الرسالة فربما كانت مهمة ختم بريد لندن وعنوان مطبوع على الآلة الكاتبة ومغلف طويل من نوعية جيدة كانت الرسالة مروسة باسم شركة برودريب واشستر للمحاماة مع عنوان الشركة في بلو مصري كانت الرسالة تتطلب منها بعبارات مهذبة تطلب منها بعبارات مهذبة وقانونية أن تزورهم في يوم من أيام الأسبوع القادم في مكتبهم لمناقشة عرض قد تستفيد منه وقد اقترحت الرسالة يوم الخميس الرابع والعشرين من الشهر موعدا للزيارة وطلبت الشركة منها إخبارهم عن الموعد المفضل لها والذي يحتمل أن تكون فيه في لندن في المستقبل القريب إن لم يكن ذلك الموعد مناسبا لها وأضافت الشركة تقول إنهم محامو السيد رفائيل الراحل الذي علمت الشركة أن الآنسة ماربل كانت تعرفه قد طبت الأنسة ماربل حاجبيها متحيرة ثم نهضت متثاكلة أكثر من العادة وهي تفكر في الرسالة التي استلمتها رفقتها إلى الطابق السفلي خادمتها شيري التي كانت دوما شديدة الحرص على البقاء في الصالة لمساعدة الأنسة ماربل في نزول الدرج ذي الطراز القديم الذي ينعطف نيطافا حادا في منتصفه قالت الآنسة ماربل أنت تهتمين بي جيدا يا شيري قالت شيري بأسلوبها المعتاد هذا واجبي فالناس الطيبون قلة قالت الآنسة ماربل بعد أن حطت قدمها الأخيرة على الطابق الأرضي بأمان شكرا لك على هذا الإطراء هل من شيء؟ أنك تبدين معقلة المزاق قليلا لا 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 شيء ولكنني استنمت رسالة من شركة محامين ردت عليها شيري التي تعتبر رسائل المحامين نذيرا لا يخطئ بمصيبة أو كارثة أرجو أن لا يكون هناك من يلاحقك قضائيا لا لا أظن ذلك لا شيء من هذا القبيل فقد طلبوا مني زيارتهم في لندن الأسبوع القادم ربما ترك شخص لك ثروة ما أظن أن هذا مستبعد جدا من يدري جلست الآنسة ماربل على كرسي في الصالة وأخرجت سنارتها وشرعت في التفكير في احتمال أن يكون السيد رفائل قد ترك لها ثروة بدأ ذلك مستبعدا أكثر مما بدأ لها عندما قالته شيري ورأت أن السيد رفائل لم يكن من ذلك النوع من الرجال لم يكن ممكنا لها أن تذهب في الموعد المقترح فقد كان مقررا لها أن تحضر اجتماعا لاتحاد المرأة لمناقشة جمع مبلغ من المال لبناء غرفتين إضافيتين فكتبت لهم تحدد موعدا آخر في آخر الإسبوع التالي وقد ردت الشركة بدورها على رسالتها وتم تثبيت الموعد بشكل رسمي وتساءلت في نفسها كيف عسى هؤلاء المحامين يكونون لقد وقع الرسالة جيم برودريب وكان واضحا أنه الشريك الأكبر فكرت الآنسة ماربل بأنه من الممكن أن يكون السيد رفائل قد ترك لها هدية صغيرة للذكرى في وصيته وربما ترك لها كتابا من مكتبته عن الأزهار النادرة رأى أنه قد يصعد إمرأة مسنة تهتم بأعمال الحديقة أو ربما ترك لها دبوس زينة مرصعا بالأحجار الكريمة كان عند إحتى عماته أخذت تسلي نفسها بمثل هذه التخيلات التي رأت أنها مجرد تخيلات لأنه لو ترك لها شيئا فعلا لكان الأمر من اختصاص منفذ الوصية ولو كان هؤلاء المحامون هم الذين ينفذون الوصية لأرسلوا لها أي غرض من هذا القبيل بالبريد ولما طلبوا مقابلتها قالت الأنسة ماربل حسنا سأعرف ذلك يوم الثلاثاء القادم قال السيد برودريب يخاطب السيد شاسيستر وهو ينظر إلى ساعته أي نوع من النساء هي قال السيد شاسيستر ستصل خلال ربع ساعة ترى هل ستكون دقيقة في موعدها آه أظن ذلك فهمت أنها كبيرة في السن وهذا يجعلها أكثر دقة في موعدها من هؤلاء الشباب مشتت العقول ترى هل هي سمينة أم نحيلة هز السيد برودريب رأسه فسأله سيد شاسيستر ألم يصفها رفائل لك أبدا كان حذر عنك توما بصورة غير عادية في كل شيء قاله عنها الأمر يبدو غريبا الأمر كله يبدو غريبا جدا بالنسبة لي لو أننا نعرف فقط قليلا عن كل ما يعنيه هذا ربما كان أمرا يتعلق بما يكل ماذا بعد كل هذه السنوات لا يمكن ما الذي جعلك تفكر في هذا هل ذكر لا لم يذكر شيئا لم يفاتحني بأي شيء يدوغ في ذهنه لقد اكتفى بأطاء التعليمات تظن أنه غدى غريب الأطوار أو أصابه شيء من الخرف في آخر حياته أبدا من الناحية العقلية كان ذكيا كعهده إن مرضه الجسماني لم يؤثر على عقله أبدا وفي آخر شهرين من حياته جمع مئتي ألف كنيه إضافية بمنتهى السهولة قال السيد شاستر باحترام يقتضيه الموقف كانت لديه موهبة في ذلك وقد امتلك دائما هذه الموهبة بالتأكيد رد عليه السيد برودريب بنبرة فيها احترام أيضا كان ذا عقلية مالية عظيمة قليلون من هم مثله مع الأسف ردنا جرس الهاتف على الطاولة فرفع السيد شاستر السماعة وسمع السكرتيرا على الطرف الآخر تقول الآنسة جين ماربل هنا وتريد رؤية السيد برودريب بناء على موعد سابق نظرت السيد شاستر إلى شريكه وقد رفع حاجبيه يطلب الإعاز فأومأ السيد برودريب موافقا فقال السيد شاستر دعيها تصعد ثم أضاف قائلا سنرى الآن دخلت الآنسة ماربل الغرفة ووقف لتحياتها رجل متوسط العمر نحيف الجسد ذو وجه طويل كئيب كان واضحا أنه السيد برودريب وكان معه رجل أصغر منه سنا وأكثر امتلاء كان أسود الشعر ذا عينين صغيرتين حريصتين وقدمه السيد برودريب قائلا هذا شريك السيد شاستر قال السيد شاستر أرجو أن لا يكون الدرج قد أدركت أطعبك كثيرا كان يفكر في نفسه إنها في حدود السبعين عاما وربما قربت الثمانين إن صعود الدرج يجعلني ألهث بعض الشيء رد عليها السيد برودريب معتذرا إن هذا المبنى قديم التدراز ولا يوجد فيه مصعد لقد أسست شركتنا منذ زمن طويل ومع ذلك فلسنا ملاعين كثيرا بأشكال التحديث كما قد يتوقع زبائننا قالت الأنسى ماربل بأدب هذه غرفة مريحة تماما ثم جلست على الكرسي الذي سحبه السيد برودريب لتجلس عليه وخرج السيد شاستر من الغرفة بطريقة لبقة قالت سيد برودريب أرجو أن يكون هذا الكل مريحا هل أغلق هذه السطارة؟ ربما كانت أشعة الشمس في عينيك قالت الأنسى ماربل بمتنان أشكرك وجلست على الكرسي منتصبة الظهر كما هي عادتها كانت تلبس بدلة صوفية خفيفة وأكدا من اللؤلؤ وقبعة صغيرة من المخمل ومدى السيد برودريب يقول في نفسه إنها رمز السيدة الريفية بسيطة وطيبة ورقيقة قد تكون مشتتة التفكير وقد لا تكون في عينيها دهاء ترى أين التقى بها رفائيل ربما كانت عمت أحد من أصدقائه من الريف بينما كانت هذه الأفكار تدور في ذهنه كان يتحدث معها الأحاديث الاستهلالية المعتادة عن الطقس وعن آثار الضباب الأخير الذي جاء في بداية السنة وملاحظات أخرى اعتبرها مناسبة وكانت الأنسى ماربل تجيب عليه الإجابات اللازمة وتجلس هادئة تنتظر افتتاح الاجتماع ثم قال السيد برودريب وهو يقلب بعض الأوراق أمامه ويبتسم لها ابتسامة جميلة لابد أنك تتساءلين عن ما هي هذا الأمر لعلك سمعت عن وفاة السيد رفائيل أو ربما رأيت خبر وفاته في الصحيفة قرأت الخبر في الصحيفة علمت أنه كان صديقا لك التقيت به أول مرة أكثر من عام في جزر الهند الغربية آه أتذكر ذلك أظن أنه ذهب إلى هناك لأسباب صحية ربما أفادته تلك الزيارة ولكن مرضه قد اشتد قبل ذلك حتى كاد أن يكون معقدا كما تعلمين قالت الأنسة ماربل نعم هل كنت تعرفينه جيدا؟ لا ما كنت لأقول ذلك كنا نقيم في الفندق نفسه وكنا نتحادث من وقت لآخر لم أره أبدا بعد عودتي إلى انجلترا فأنا أعيش في الريف حياة هادئة منعزرة وأظن أنه كان منهمكا في عمله تماما لقد ثابر على القيام بأعماله على أحسن وجه حتى يوم وفاته وكان ذا عقلية مالية رائعة أنا واثقة أنه كان كذلك لقد أدركت فورا عندما التقيته أنه شخصية ملفتة للنظر لا أدري إن كنت تعرفين إن كان السيد رفائيل قد أعطاقي أي فكرة عن هذا العرض الذي طلب مني إبلاغك به لا أستطيع تخيل طبيعة أي عرض يمكن للسيد رفائيل أن يعرضه علي يبدو ذلك أمرا مستبعلا جدا لقد كان يحتلمك كثيرا هذا لطف منه لكني لا أستحقه فأنا امرأة بسيطة لا شك أنك تدركين بأنه مات وهو واسع الثراء إن بنود وصيته بسيطة جدا إجمالا فقد وزع ثروته قبل وفاته بفترة أظن أن هذا إجراء عادي جدا هذه الأيام إن الغرض من هذا اللقاء هو أن عندي تعليمات بأن أخبرك بأنك ستحصلين على مبلغ من النقود وضع جانبا ليكون ملكا لك بعد سنة لكن ما الشروط بقبولك عرضا معينا سأطلعك عليه أخذ عن الطاودة الموضوع أمامه مغلفا طويلا مخطوما وأعطاها إياه قائلا سيكون من الأفضل أن تقرأيه بنفسك ليس في الأمر عجلة خذي راحتك أخذت الآن سا مربيل من السيد برودريب سكين الورق وفتحت المغلف وأخرجت منه الرسالة كانت وركة واحدة مطبوعة وقرأتها بعد ذلك توضتها ثم فتحتها وقرأتها ثانية وأخيرا نظرت إلى السيد برودريب وقالت إنها غير واضحة ألا يوجد أي توضيح آخر؟ بمقدار علمي لا يوجد توضيح كان علي أن نسلمك هذه الورقة وأخبرك عن المبلغ الذي تستطح تصدين عليه إن المبلغ هو عشرون ألف جنيه معفاه من الضريبة جلست الأنسة مربيل تحدق إليه وقد ألجمت المفاجأة لسانها ولم يكر السيد برودريب أي شيء في تلك اللحظة كان يراقبها بإمعان لا شك في أنها قد فوجعت كان واضحا أن ذلك آخر ما كانت الأنسة مربيل تتوقعه وتساءل السيد برودريب عن أول كلمات ستقولها نظرت إليه نظرات حدة مباشرة نظرت إليه نظرات حدة مباشرة كما كان من شأن عمه له أن تنظر إليه وعندما تكلمت كان في صوتها نبرة اتهام قالت هذا مبلغ كبير جدا لم تعود النقود بمثل ما كانت عليه من قيمة وقد توقف قبل أن يضيف أن مثل هذا المبلغ أصبح لا يعني شيئا في هذه الأيام لابد من الاعتراف بأنني ذاهلة بصراحة لقد ذهلت ثم أمسكت بالرسالة مرة أخرى وقرأتها بإمعان من جديد قالت أظن أنك تعرف محتوياتها نعم لقد أملأها لقد أملأها السيد رفائيل علي شخصيا ألم يعطيك أي تفسير لها لم يفعل أظن أنك اقترحت عليه أن يوضح أكثر كان في نبراتها الآن بعض الحدة وابتسم السيد برودريب ابتسامة باهتة وقال أنت على حق هذا ما فعلته قلت له إنك ربما وجدت من الصعب أن تفهمي الذي يقصده بالضبط رائع جدا لا حاجة لأن يعطي لأن تعطيني الإجابة الآن بالطب نعم أريد أن أفكر بالأمر إنه مبلغ كبير من المال كما أشرت إنني مسنة عجوز لكن كلمة مسنة أفضل مسنة بلا شك من المحتمل ومن الممكن أن لا أعيش سنة حتى أحصل على هذا المبلغ بهذه الطريقة المشكوك فيها هذا إن استطعت يجب أن لا نستخف بالمال مهما كان عمرنا بإمكاني أن أفيد جميعيات خيرية معينة أهتم بأعمالها وهناك أناس دائما أناس يتمنى المرء لو أن يستطيع خدمتهم ولو قليلا لكن إمكاناته المالية لا تسمح له بذلك كما أنني لن أتظاهر بعد موجود متع ورغبات لدي مما لم أستطع تلبيته أو إشباعه أظن أن السيد رفائيل كان يعرف تماما أن القدرة على تلبية ذلك عندما تأتي فجأة لشخص عجوز مثلي فإنها ستمنحه قدرا عظيما من السعادة نعم بالفعل رحلة بحرية إلى الخارج رحلة من هذه الرحلات الرائعة التي تنظم هذه الأيام قالت الأنسة مربل ستكون اهتماماتي أكثر تواضعا من ذلك واجبه من طيور الحجل من الصعب جدا الحصول على الحجل هذه الأيام كما أن ثمنه غال جدا وبودي أن أستمتع بطائر حجل آكله وحدي كله كما أن علبة من الكستناء المحلاة بالسكر غالية الثمن ولا أستطيع شراءها دائما وربما زيارة الأبرى وهذا يعني سيارة تأخذني إلى كوفينت جاردين وتعيدني إضافة إلى مصاريف ليلى في فندق لكني لا أريد الخوض في كل هذا الكلام المكتذل سأخذ هذه الرسالة معي وأفكر فيها ما الذي جعل السيد رفائيل ألا تعرف لماذا اكترح هذا الأمر بالذات ولماذا اعتقد أنني أستطيع خدمته كان يجب أن يعرف أنه مضى على لقاءنا أكثر من سنة ما يقارب سنتين تقريبا وأنني قد ازددت ضعفا على ما كنت عليه إضافة إلى ازدياد عجزي عن ممارسة المواهب المتوضعة التي أمتلكها لقد كان يجازف هناك أشخاص آخرون أفضل مني بالتأكيد ومؤهلون أكثر مني للقيام بهذا النوع من التحقيق بصراحة يمكن للمرأة أن يرى ذلك لكنه اختارك أنت يا أنسة مربل أعذريني لفضولي ولكن هل هل كانت لك أي صلة بالجرائم أو بالتحقيق في الجرائم ليس بالمعنى الحرفي للكلمة أعني أنني لست محترفة فلم أكن ضابط شرطة أو عضة في هيئة محلفين أو على صلة مع أي وكالة تحريات خاصة وحتى أوضح لك يا سيد برودريب لأكون عادلة معك وهو ما أظن أنه كان يجذب بالسيد رفائيل أن يفعله أيضا لا أملك إلا القول أننا نحن الاثنين عندما كنا في جزر الهند الغربية كانت لنا علاقة معينة بجريمة وقعت هناك جريمة قتل فريد حييرة وهل حللتما لغزة هذه الجريمة معا لا أستطيع قول هذا بالضبط فقد نجحنا في منع حدوث جريمة ثانية كانت على وشك الحدوث بواسطة قوة شخصية السيد رفائيل من جهة وبواسطة مؤشرين أو ثلاثة لاحظتها وربطت بينها وما كان بوسعي أن أفعل ذلك وحدي فقد كنت ضعيفة من الناحية الجسدية كما لم يكن بوسع السيد رفائيل أن يفعل ذلك وحده فقد كان مقعدا ولكننا عملنا معا كحليفين سؤال الآخر أريد توجيهه لك يا أنسة ماربل هل تعني لك عبارة انتقام العدالة شيئا خاصا محددا انتقام العدالة ارتسمت على شفتيها اتسامة خفيفة غير متوقع وقالت نعم إنها تعني لي شيئا كانت تعني لي شيئا وكانت تعني للسيد رفائيل شيئا أيضا قلتها له ذات مرة وقد صره كثيرا أن أصف نفسي بأنني أداه من أدوات انتقام العدالة كان ذلك آخر ما توقعه السيد برودريب منها نظر إلى الآنسة ماربل دهشا بالطريقة نفسها التي أحس بها السيد رفائيل ذات مرة وهو في غرفة على شاطئ البحر الكريبي سيدة عجوز لطيفة وحدة الذكاء ولكن فيها حقا ما يوحي باستعدادها للعب هذا الدور قالت الآنسة ماربل أنا واثقة من أنك تشعر بنفس الشعور ثم نهضت واقفة وقالت إذا وجدت أو تلقيت أي تعليمات أخرى بهذه المسألة فأرجو أن تعلمني يا سيد برودريب يبدو غريبا لي أن لا يوجد شيئا من ذلك فهذا يجعلني في حيرة تامة من أمري فيما يريد السيد رفائيل مني عمله أو محاولة عمله ألا تعرفين عائلته أو أصدقائه أو نعم لقد أخبرتك بأنني لا أعرف كان رفيق صفر لي في بلد أجنبي وعملنا معا لبعض الوقت في مسألة محيرة هذا كل ما في الأم وعندما كانت على وشك الخروج التفتت فجأة وسألته كانت له السيكرتيرا السيدة إستر والترز هل أتجاوز حدود الزوق لو سألتك إن كان السيد رفائيل قد ترك لها مبلغ 50 ألف جنيه أولا إن حزز توضيع الثروته ستنشر في الصحف لكنني أستطيع الإجابة على سؤالك بالإيجاب كما أن السيدة والترز أصبحت السيدة أنديرسون الآن فقد تزوجت من جديد أنا سعيدة لسماع هذا كانت أرمالة ولها بنت واحدة ويبدو أنها كانت سيكرتيرا قديرة وكانت تفهم السيد رفائيل جيدا امرأة لطيفة إنني سعيدة لأنها استفادت من الوسط رواية انتقام العدالة للكاتبة أجاذا كريستي